اشتركوا في القناة ومدلول الارقام الموضحة عليها مكان النقاط يشير رقم واحد الى اقل محافظات مصر سكانا اقل محافظات مصر سكانا جنوب سيناء يشير رقم اثنين الى مدينة تشتهر برقصة فلكلورية رقم اثنين مدينة السويس والرقصة الفلكلورية المشهورة بها هي رقصة السمسمية رقم ثلاثة يشير رقم ثلاثة الى اقل محافظات مصر امية اقل محافظات مصر امية محافظة البحر الاحمر اكمل العبارات التالية يطلق على سكان الصحاري المصرية اسم البدو يشتهر سكان مدن القناة بالاغاني المرتبطة بآلة السمسمية الامية الهيجائية تعني عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة تقوم مصر باحصاء عدد السكان كل نقط سنوات كل قد ايه عشر سنوات يشتهر سكان الصعيد بانشاد السيرة الهلالية على آلة الربابة اول جامعة في التاريخ هي جامعة جامعة اون مبلغ من المال لازم لتنفيذ الخطة العامة للدولة الموازنة العامة حفظ الامن والنظام في المحافظة من مهام المحافظ اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين الحرفة الرئيسية للبدو حرفة الزراعة الصناعة الرعي التجارة الاجابة الصحيحة الرعي تراث ينتشر بين سكان صعيد مصر السيرة الهلالية رخصة البنبوتية موسم الطمور الاغاني النوبية الاجابة الصحيحة السيرة الهلالية استخدم المصريون القدماء في تسجيل أحداثهم وأخبارهم الكتابة المسمارية الهيروغليفية الديموطيقية القبطية الاجابة الصحيحة الكتابة الهيروغليفية يقابل رئيس الإدارة المركزية في مصر القديمة منصب نؤات حاليا رئيس الجمهورية الوزير المحافظ رئيس الوزراء الاجابة الصحيحة رئيس الوزراء يتم انتخاب المجلس المحلي للمحافظة كل نقط سنوات ثلاث أربع خمس ستة الاجابة الصحيحة كل أربع سنوات تم تسجيل عدد الجنود والضباط الصالحين للخدمة العسكرية في عهد رمسيس الثاني امن محاة الأول امن حتب الثالث سنوسيرت الثالث الاجابة الصحيحة امن حتب الثالث ارتبط عيد رأس السنة عند المصريين القدماء بموسم التجارة الصناعة الزراعة الرعي الاجابة الصحيحة الزراعة أقل المحافظات المصرية من حيث نسبة الأمية محافظة البحر الأحمر السويس الإسماعيلية الإسكندرية الاجابة الصحيحة محافظة البحر الأحمر المسؤول عن توفير الرعاية الصحية للمصريين هو وزير التعليم الصحة المالية الزراعة وزير الصحة جهاز تابع للمحافظة يضم مجموعة من الأعضاء الممثلين عن سكان المحافظة هو المجلس المحلي الدولي الشعبي الإقليمي الإجابة الصحيحة المجلس المحلي السؤال الثاني ضع كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ يعاني سكان الريف من انخفاض الدخل وانخفاض مستوى المعيشة العبارة صحيحة تشتفق لهجة أهل سيناء من اللغة الأمازوغية العبارة خاطئة تهدد البطالة أمن واستقرار المجتمع العبارة صحيحة للموافقة على مشروع قانون جديد يتم إرساله إلى اللجنة التنفيذية العبارة خاطئة يتساوى عدد السكان في محافظات مصر العبارة خاطئة يحتفل أهل سيوى بعيد حصاد الطمور والزيتون العبارة صحيحة مشكلة الأمية توجد في مصر فقط العبارة خاطئة مجلس النواب هو المسؤول عن وضع القوانين في الدولة العبارة صحيحة ليس للمواطن دور في تطوير المحافظة العبارة خاطئة الفنون الشعبية تعد جزءا من التراث الثقافي المصري العبارة صحيحة الأمية تؤثر إيجابا على برامج التنمية المستدامة العبارة خاطئة يمثل مجلس النواب السلطة التنفيذية في مصر العبارة خاطئة من واجب المواطن المحافظة على الممتلكات العامة في المحافظة العبارة صحيحة يعمل سكان الحضر بحرفة الزراعة وتربية الحيوانات العبارة خاطئة عيد شام النسيم من الأعياد التي يحتفل به المصريون قديما وحديثا العبارة صحيحة الأمية المعلوماتية تعني عدم قدرة الفرد على القراءة أو الكتابة العبارة خاطئة الفرعون كان على رأس نظام الحكم في مصر القديمة العبارة صحيحة قامت الدولة بالعديد من المشروعات وذلك كهدف لرؤية مصر 20-30 العبارة صحيحة اخترى الإجابة الصحيحة مما بين القوسين المحافظة الأقل سكانا في مصر هي محافظة شمال سيناء جنوب سيناء البحر الأحمر مطروح الإجابة الصحيحة جنوب سيناء أحد الفنون الشعبية الذي له امتداد من الحضارة الفرعونية وينتشر في صعيد مصر هو فن الرسم الغناء التحطيب التمثيل الإجابة الصحيحة التحطيب تواجه الدولة تصرف بعض الأطفال من المدارس بإنشاء المستشفيات المدارس المصانع الحضائق الإجابة الصحيحة المدارس السلطة التي تتولى المحاكم في مصر هي السلطة التنفيذية التشريعية القضائية الحكومة الإجابة الصحيحة السلطة القضائية يقابل منصب المحافظة حاليا في مصر القديمة منصب الفرعون الوزير الكاتب حاكم الإقليم الإجابة الصحيحة حاكم الإقليم الزيادة السكانية في مصر أدت إلى انتشار التعليم الصحة الأمية الأمن الإجابة الصحيحة الأمية يقوم بتعيين المحافظ رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الوزير القاضي الإجابة الصحيحة رئيس الجمهورية المسؤول عن توفير تعليم جيد للمواطنين وزير الصحة المالية التعليم السياحة الإجابة الصحيحة وزير التعليم يمثل السلطة التنفيذية في المحافظة رئيس الوزراء الوزير المحافظ القاضي الإجابة الصحيحة المحافظ السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين رقم واحد حدد سبباً لأهمية التعداد السكان في مصر الإجابة لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل السؤال الثاني أذكر واحدة من مهام رئيس الجمهورية مسؤول عن أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب قارن بينه مهام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير أولاً مهام رئيس مجلس الوزراء يرأس الحكومة ويشرف على أعمالها أما مهام الوزير مسؤول عن إدارة مجال واحد من مجالات الحياة اليومية في مصر مثل وزير التربية والتعليم مسؤول عن توفير تعليم جيد للمواطنين وزير الصحة مسؤول عن توفير رعاية صحية للمواطنين اعطي تفسيراً واحداً لقلة السكان في جنوب سينا لصعوبة مظاهر سطحها ونظرة موارد المياه فيها ما النتائج المترتبة على مشكلات الريف المصري دفع ذلك الدولة إلى إطلاق مبادرة لتنمية الريف المصري مثل مبادرة حياة كريمة إن شاء الله الدرس القادم الوحدة التانية والدرس الأول منها تراثنا الوطني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر